طبعا شفنا التقرير وقديه التكامل التكامل لو بدأنا بالكابتن سيد عبد الحفيز بنشكره شكرا جزيلا على أداءه على المستوى الإداري وكمان على مستوى رئاسة الباسة كان موجود كبير جدا أم بيس سيد كابتن سيد عبد الحفيز كمان ما ننساش أنه كمان إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتوفر كل وسائل الراحة من طائرة خاصة لشيف طالع مع الفريق يعني بيشتغلوا زي ما بنتكلم دايما طبيعة النادي الأهلي بيشتغلوا بشكل أكتر من رائع وبشكل احترافي كبير جدا هنيجي الكيفين جونسون ده المدرب العام كمان بيتكلم على قدي إيه التواصل كان مع موسيماني وقدي إيه كمان الفكر موحد تلاه طبعا كابتن سامي أمصان وقدي إيه شكرا للعيب على المجهود رغم الغيابات لكن ما حسناش ده في المباراة وزي ما قال الحمى البداية بتبقى صعبة شوية الولاد قدوا مباراة طيبة على سوق الأرضية وسوق الجو شوية لكن مباراة قدنا الغرض منها الفوز والطلوع بفوز خارج الأرض وخلي بالكو النادي كمان الأهلي يعني كسر كمان إنجاز كبير جدا إن ده المباراة رقم 40 النادي الأهلي النادي التاريخي على مستوى التاريخ في قارة أفريقيا اللي بيحقق 40 فوز خارج الديار ده كمان مهم جدا يعني النادي الأهلي آه فوز لكن فوز كمان كان 39 مباراة كان هو صاحب هذا الرقم لكن كمان بيوسع الفارق بقى النادي الأهلي النادي الأفريقي على مستوى تاريخ البطولة اللي بيحقق 40 فوز في خارج الديار وكل ده طبعا يعني توالي انتصارات النادي الأهلي اللعبة كمان أعتقد خلاص أفعلوا صفحة سنديب تماما عشان أكيد فيه مواجهة قوية جدا جدا أمام نادي الاتحاد السكندري إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ده طبعا بعد تأجيل مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى طبعا اللي كان متحدد لها تتلاعب في نفس الوقت يوم الاثنين لكن بناءا طبعا على قرار الاتحاد الكرة الأخير هنلاعب نادي الاتحاد إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله الساعة سبعة ونص زمالك ويعني دوة استعداد بقى ونخش تاني في أجواء الدور نحن عارفين النادي الأهلي لعب مباراتين متصدر البطولة إن شاء الله كمان مباراة مهمة جدا أمام الاتحاد السكندري وإنتوا زي ما أنتم عارفين دايما مباراة الأهلي والاتحاد لها طابع خاص يمكن كمان نفتكر مباراة قبل النهاية ويعني مباراة الاتحاد والأهلي في كاس مصر وقدي كانت مباراة مهمة جدا فكل التوفيق إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدور